اكد المجلس الاعلى لشؤون الاسلامية ان الوسطية والتعايش وتسامح قيم نبيلة واصيلة يؤكد ويحث عليها ديننا الاسلامي الحديث ونستمدها من تعاليمها القويمة ومن تراثنا الثقافي في مملكة البحرين يأتي ذلك في بيان ان اصدره المجلس تزامنا مع احتفال الامم المتحدة والعالم باليوم الدولي للتسامح ويشيد المجلس في هذا السياق بما يوليه جلالة ملك البلاد المعظم من حرص واهتمام لترسيخ هذه القيم النبيلة ورعاية وكفالة ممارسة الحريات والشعار الدينية باعتبار ذلك اساسا صلبا وقاعدة ضرورية لتحقيق التعايش والتسامح كما يقدر جهود الحكومة برئاسة سمول العهد رئيس مجلس الوزراء لتحقيق الرؤى الملكية السامية في هذا المجال بمبادرات ومساعي طيبة تسير وفق منظومة تشريعية وسياسات تنموية وتعليمية ويستذكر المجلس باعتزاز احتضان مملكة البحرين العام الماضي لملتقى البحرين للحوار الشرق والغرب من اجل التعايش السلمي برعاية ملكية سامية وفي الختام يدعو المجلس في هذه المناسبة الطيبة الى تضافر الجهود المخلصة لإعلاء هذه القيم بين الناس وجعلها جزءا ضروريا من المناهج الدراسية والبرامج الاعلامية وذلك في اطار الثوابت والمبادئ والقيم والعراف هذا واكد رئيس البرلمان العربي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي ان مملكة البحرين تمثل انموذجا رائدا وملهما في التسامح وذلك بفضل رؤى جلالة ملك البلاد المعظم وبمناسبة اليوم الدولي للتسامح ثمن العسومي المبادرة الطموحة والرؤى الشاملة لجلالة ملك البلاد المعظم لإجعل قيم ومبادئ التسامح والسلام منهجا وطنيا وعالميا ونواة لتحقيق التنمية البشرية في جميع المجالات متمنا جهود الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في جعل البحرين على الدوام نموذجا عصريا للتسامح بين الشعوب وأشر رئيس البرلمان العربي إلى أن التسامح قيمة إنسانية متجذرة في الهوية البحرينية والذي يعد جزءا رئيسيا ومرتكزا أساسيا لتحقيق استقرار الشعوب وهو ما دفع بإعلاء مكانة مملكة البحرين إقليميا ودوليا اشتركوا في القناة